موسيقى في هذا المقطع راح نبحث سويا عن السبب الحقيقي لليش سكان قرية بوتشار كريك مشوهين وليش يعني اشكالهم زي كذا فيلا نخش في المقطع اولا لازم تبدأ مهمة في الشابتر الخامس وهذه المهمة راح تكون بالقرب من بوتشار كريك ورح تكون هذه المهمة لشخص غريب جدا طبعا لما تيجي عند هذا الشخص راح يدور بينكم حوار هل PTSA Haل؟ انтاناك شيQueen ? офيال вы شيئ مهاز، ايش كرة أوه! أنت بيس مك seven، فريد ب Pierجا جز Black ب Pierجا جز Black ど Что try؟ ب Pierجا جز Black هل تعني الأدء donde ت million узك؟ ب Pierجا جز不要 تدورك أليم أليم؟ مريا طبعا زي ما شفتو هذا الشخص يعني نوعا ما مشوه والظاهر الظاهر انه مريض طبعا هذا الشخص ما يقول الا كلمتين فقط بوتشار كريك بوتشار كريك بوتشار كريك ويعيدها وعيدها وعيدها طبعا ارثر مورغن رح ياخذ هذا الشخص ويوديه لقرية بوتشار كريك ولما توصل هناك رح تحصل خويه ورح يدور بينكم حوار ايه وعنده من الوقت المحلي المحله كذلك المحلي هكذا جيدا ايه طبعا من المحلي المحلي ه ليس فيديه لماذا يشعر فيني لا اه ليس فيديه ايه بالفرقها ايه قال ايه ايه من قال ايه 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 الى الهدي شكرا لك يا سيد. شكرا لك... تساعدني! ماذا؟ ترجمة، ترجمة، سيدة ترجمة، سيدة ترجمة، سيدة لديك شيء لك؟ بالطبع، سيدة حيث وحب 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 وفرق ما ما زال هنا؟ طبعا نقدر نستنتج من الحوار انه سكان قرية بوتشار كريك يتصرفون بغرابة وهجومية بسبب شي يسمونه الظلمة والشياطين طبعا نحن ما نعرف تحديدا اش يقصدون بالظلم والشياطين لذلك رح نبحث اكثر واكثر واكثر ورح نجيهم بعد 24 ساعة طبعا في هذا الحوار اوبا دايا قاعد يقولك انه الشياطين والظلمة تراها منتشرة في المنطقة ومنتشرة في بوتشار كريك الان وبعدها على طول ارثر مورغن رح يسمع امرأة تطلب المساعدة هيلب 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 ارثر مورغن على طول رح يروح يساعدها طلعة الشياطين اللي يقصدونها هي فقط كلاب مريضة وضعيفة على طول تقدر تقتلها يعني على السريع بعدها مرة اخرى ترجع لأوبا دايا ورح يدور حوار اخر اشتركوا في المنطقة سوف يدورهم اذا اكي؟ لا يوجد مواجهة من المنطقة المساعدة سيحدة سيحدة المساعدة سيحدة ماذا المساعدة؟ هذه الشخص الوحيدة سوف يدوركم انا فقط من المساعدة وليس لا يوجد مجاعدة فقط سيديد مرور شعور أمام تحديث القمس عليك تحديث القمس مرحباً أخبرتني لقد أجدت أجدت لا تتحديث هده إذا الناس تأتي موجود تأتي صحيح تأتي ولكنه أولاد بلوح سأجد سأجد هل أبدا لك؟ لم أبدا لك هيا بديعي أعطيني لذلك أنت تقول إذا أحد أخذت تحرم هذه المساعدة تحرمتها؟ المنزل يمكي من ديمون المساعدة تحرم المساعدة المساعدة تحرم المساعدة إنه لا يمكن طبعا زي ما شفتوا رح يظهر هذا الشخص الغريب جدا وبعدها راح يقول أنا راح أنقذكم من هذه الظلمة ومن هذه الشياطين بعدها راح يقول أنا حصلت هذا السحر في الغابة والغابة مليانة جدا بالسحر وهذا السحر منتشر في الغابة بشكل كبير جدا وبعدها راح يظيف ويقول بسبب هذا السحر حلت بكم لعنة ولهذا السبب أيضا أنتم مشوهين وأشكالكم بهذا الشكل بعدها آرثر مورغين راح يبدأ يسأل هذا الشخص ويقول له إن هل إذا كسرت السحر الموجود في الغابة راح تروح اللعنة منهم؟ يعني الشخص ما أعطاه إجابة مقنعة فآرثر مورغين راح يروح للغابة ورح يدمر السحر كامل بعدها راح يرجع مرة أخرى للقرية ورح يرجع لأوبا دايا ورح يدور حوار آخر هل تذكرني؟ أنا أساعدا بأنها أبداية أبدا أن أعرف هذه السحر الأحيان مرحبا يا راح إنه مدى مدد هذه السحر الأحيان مددهم مرحبا أعني أنه ذلك لكي تتعلم آآآآآآآآ إنه مددنا نحن مدد السحر الأحيان تحر الأحيان مدد أحيان محذر انه محذر وشعر 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 نحن محذر نحن محذر حسنا انتظر فتح قال أنه محذر كان محذر محذر فأنا فأنا كان محذر فأنا فأنا قد تتلقى سيدي أنا أريد 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 ماذا يعتقد أي اريد أريد أن شيئا في هذه المحذر و ليست محذر و أي شيئا ما أخرج هذا المحذر لا تريد أن تعرف محذر أخبرك أخبرك أنه يصبح و يسعر شيئا و هذا لن يكون بسرعة لديه أخبرك أنا أعطاء أخبرك 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 أريد أصبح وأصبح عم一个 مع الأجواء 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 ماذا كان يعني هو أخبرك أجل بإبطاء هناك المحذر هناك و لكن فعلت هناك و لقد قبت أول ذلك حسنا ربما طبعا زي ما شفته هذا الشخص يعني قاعد يكذب وقاعد يسوقها على سكان قرية بوتشاركري كالمساكين اول قال انه اللعنة اللي حلت بيكم تراها محمية بالسحر اللي في الغابة راح ارثر مورغين ودمر السحر اللي في الغابة رجع لهم مرة اخرى راح هذا الشخص لفق الموضوع مرة ثاني وقال انت كيف تكسر السحر ذا حين اللعنة انتشرت في القرية كاملة يعني تحس انه مخب شي اهم من هذا الامر في شي مخبه ومتسوس وقاعد يعني هذا الشخص يكذب عليهم بالخرشات حقه هاشتاك خرشات اللي يعرف معنى خرشات يكتب لنا في خانة التعليقات بعدها اوبا دايا راح يقول لك ترى فيه كهف في بوتشاركريك وهذا الكهف ما يخلينا نخشه هذاك الشخص فارثر مورغين راح يروح هناك ولما توصل للأسفل راح تلاحظ انه الموية ما هي طبيعية ولونها يعني بني كأنها ملوثة او حاجة زي كذا ارثر راح ياخذ شوية من هذه الموية بعدها يسمع انه فيه احد معاه في الكهف بعدها هذا الشخص حاول انه يحشر ارثر مورغين ويقتلوا في هذا المكان طبعا الان كل اللي عليك انك تهرب من الكهف ولما تهرب ووضعك تمام الان كل اللي عليك انك ترجع لبوتشاركريك عشان تقول لهم بالخبر وتقول لهم على ايش حصلت في هذا الكهف افضل انك سوف اراك اردت أنك سوف ايساك أردت انك توجده من خلال اذا عدم لهم اكتب ... انا اردت عليك اكتب P اوه! انت ذهب! نظرنا أن المساعدة تجدك! لا. لكنه حقاً موت. لا تذهب إلى مكان. أنا في هذا المكان و أجد هذا. يجب أن تجد إلى المرأة. أنت تجدنا. نحن نحن لم تتعلم ما تقول. لنهي أخبرك. ما هذا؟ إنه... شيء. شيء؟ اهل. أهل. لا! 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 اعف! sh one! اريسيسى casino! tässä امر موت! اراهل الآن! الآن هل تتت 담خوا? يا أبوالي يا أبوالي لا يوجد مكتبه إنه سيكون كبير نحن مكتبه مكتبه؟ ماذا تتحدث؟ ممتبه المعنى هذه المناطق إنها ليست محاولة إنها مجموعة إنها محاولة 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 طبعا زي ما شفتوا الشخص اللي كان يقول ترى أنا راح أساعدكم من الظلمة واللعنة اللي فيكم هو أصلا شخص يعمل في شركة لاستخراج المعادن والتعدين وهذا الشخص كان يحاول إنه يطلعهم من هذه القرية ويطلعهم من بوتشاري كريك عشان شركة استخراج المعادن يجون للقرية ويستخرجون المعادن والذهب براحتهم فقرية بوتشاري كريك كانت مليانة بالذهب والأشياء القيمة فهذا الشخص جاء يعني يحاول إنه يطلعهم من هذه القرية فإيش كان يسوي عشان يحقق مبتغاه؟ كان يسمم الموية اللي يشربونها سكان بوتشاري كريك زي ما شفنا في الكهف كانت الموية مسممة وواضح إنها يعني ملوثة وشربهم لهذه الموية الملوثة سببت لهم تشوهات وتغيرات غريبة في الجسم وبعدها جاء هذا الشخص اللي من شركة التعدين واستلمهم يعني كذب واستلمهم قصص كذبية وهم مساكين قاعدين يصدقونه زي ما شفنا وحنا نعرف إنه غايته أصلا إنه يخرجهم من القرية يعني ما فيهم لعنة ولا حاجة وهذا هو السبب الحقيقي لليش سكان قرية بوتشاري كريك مشوهين في شيء يقهر صراحة في سكان قرية بوتشاري كريك يعني آرثر مورغين ساعدهم ووضح لهم الأمر ويعني وضح لهم الحقيقة مع ذلك باقي مصدقين إنه فيهم لعنة وإنهم يعني أشياطين تلاحقهم والظلمة راح تجيهم الجاه المشكلة أولا طيب شاركونا في خانة التعليقات عن آراءكم عن قصة بوتشار كريك طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هد من هذا الشخص ترى يدمر لكم الجبهة على طول يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة